اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يقوم بها المجتمع مش فرد لوحده طب يقوم بها المجتمع ليه؟ لتحقيق الزيادة المستمرة في نصيب الفرد من نتج القومي وزيادة الإجباع كما وكيفا طب عشان حقق التنمية الاقتصادية ما هي الأسس التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية؟ عشان حقق التنمية الاقتصادية أكيد فيه أسس وفيه مبادئ بتقوم عليها التنمية الاقتصادية أول حاجة عندنا العلم يبقى أول أساس عندنا العلم تاني حاجة العمل ما ينفعش حاجة تنمية اكتصادية في ظل ناس جاهلة او ما فيش عمل كل واحد نايم في بيتهم وعايز التنمية يبقى اول حاجة عندي العلم تاني حاجة العمل ثالث حاجة المحافظة اع الوقت ربع حاجة الملكية الخاصة بعدها العدلة الاجتماعية يبقى الاسس التي تقوم عليها التنمية الاكتصادية العلم العمل المحافظة على الوقت العدلة الاجتماعية وفي نهاية خالص الملكية الخاصة يبس سؤال بيقول لي ما المقصود بالتنمية الاقتصادية والأسس التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية اتفقنا عملية يقوم بقى المجتمع طب الأسس بتقوم عليها ايه العلم العمل المحافظة على الوقت الملكية الخاصة العداء الاجتماعية طب هلأ هستفيد ايه من التنمية الاقتصادية ما هي أهداف التنمية الاقتصادية لو بصنا كنا مع بعض عن لايه أهداف التنمية الاقتصادية أول هدف من أهداف التنمية الاقتصادية وهي زيادة الدخل القومي يبقى ده هدف من أهداف التنمية الاقتصادية وممكن الحاجات يتجي لي صحة وغلط يقول لي من أهداف التنمية الاقتصادية زيادة الدخل القومي يبقى الجملة صح اتنين الحدم التفاوض في الدخول والصعرات تلاتة رفع مستوى المعيشة بعدها تغيير تركيب النسبي لهيكل الاقتصاد القومي يبقى ده من أهم أهداف التنمية الاقتصادية اللي هي زيادة الدخل القومي الحد من التفاوت في الدخول رفع مستوى المعيشة تغيير التركيب النسبي لهيكل الاقتصاد القومي من خلال الأهداف دي ممكن نتسئل فيها في سؤال صح وغلط ممكن نتسئل فيها في سئلة أكمل ممكن نتسئل فيها في سؤال اختيار ما بين الأقواص يقول لي من أهداف التنمية الاقتصادية رفع مستوى المعيشة تبقى الجملة صح بعد كده بنخش على موضوع تاني وهي العوامل الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية عشان نحقق التنمية الاقتصادية في عندي عوامل أساسية لازمة عشان تكون التنمية الاقتصادية تتحقق بالكفاءة وبالطريقة اللي أنا عايزها أول حاجة الموارد الطبعية اتنين الموارد البشرية تلاتة الموارد الرأسمالية يبقى أنا في عندي عوامل أساسية لازمة للتنمية الاقتصادية في موارد طبعية في موارد بشرية في موارد الرأسمالية طب التلاتة دول يا مصر عن ايه موارد طبعية وعن ايه بشرية وعن ايه راسمالية الموارد الطبعية اللي هي الموارد التي وهبها الله لبعض الدول حاجة من صنع اللي هي موجودة في الدولة تبقى دي اسمها موارد طبعية يبقى موارد وهبها الله لبعض الدول بسميها موارد طبعية ودي بتيجي على طول مصطلحة علمي يقول لي التمثل في الموارد التي وهبها الله لبعض الدول هقول له الموارد الطبعية طب قلنا فيه موارد تانية وهي موارد ايه موارد بشرية من كلمة موارد بشرية تمثل في العمالة يبقى الموارد البشرية لو بصنا عليها تمثل في القوة العاملة في المجتمع طب بعدها فيه موارد رأسمالية تمثل في رؤوس الأموال والعدد والآلات يبقى أنا كده العوامل الأساسية قلنا فيه تلات موارد طبيعية بشرية رأسمالية وافهمهم قوي بالمصطلح بتاعهم يعني ايه طبيعية عن ايه بشرية عن ايه رأسمالية في حاجة تانية من ضمن العوامل الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية وهي السياسات والإجراءات وخمسة مستوى التقدم الفني والتكنولوجي مستوى التقدم الفني والتكنولوجي دي من العوامل الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية يبقى احنا كده جزء التنمية الاقتصادية خدنا فيه خدنا مفهوم التنمية الاقتصادية الأسس التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية خدنا بعد كده أهداف التنمية الاقتصادية والعوامل الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية اللي قلنا عليها موارد طبيعية موارد بشرية موارد رأس مالية ودولنا أحفظهم بالمصطلح بتاعنا بعد كده عندي فيه سؤال تاني بيقول لي مفهوم النمو معنى كلمة نمو معناها زيادة فلو قال لي ما مفهوم النمو الاقتصادي أو جالي مصطلح علمي أقول له النمو الاقتصادي معناها الزيادة طب زيادة في ايه؟ أكيد زيادة في الانتاج نبص عليها كده بيقول لي مفهوم النمو الاقتصادي هو معدل الزيادة في الانتاج أو الدخل في المجتمع خلال فترة زمنية تقدر بسنة يبقى النمو الاقتصادي تاني معدل الزيادة في الانتاج أو الدخل في المجتمع خلال فترة زمنية تقدر بسنة يبقى ده مفهوم النمو الاقتصادي طب ما هي العوامل المحددة للنمو الاقتصادي اللي بيحد النمو الاقتصادي عليها عندي فيه حاجة اسمها حجم ونوعية حجم ونوعية الموارد البشرية وحجم ونوعية الموارد الطبعية لو انا عندي عمال وكفائتها عالية ده هيحقق لي نمو عالي لو عندي موارد طبعية في المجتمع او في البلد بتاعت او في الدولة بتاعتي النمو بتاعت حجم تراكم رأس المال مستوى التقدم الفن والتكنولوجي التخصص وتقسيم العمل يبقى دي العوامل المحددة للنمو الاقتصادي اللي هي علاقة فيه حجم ونوعية حجم ونوعية حاجتين حجم ونوعية موارد بشرية وحجم ونوعية موارد طبعية وفهمنا فوق قبل كده معنى كلمة موارد بشرية اللي هي التمثل في القوى العاملة في المجتمع طب موارد طبعية هي الموارد اللي هوبها الله لبعض الدول طب حجم واتراكم رأس المال اللي هي متى وجود رأس المال مفيش نضرع في رأس المال بعد كده مستوى التقدم الفن والتكنولوجي داخل الدولة التخصص وتقسيم العمل يبقى احنا كده مع بعض قلنا الجزء بتاع التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي فيه اختلاف بين مفهوم التنمية الاقتصادية ومفهوم النمو الاقتصادي ما نتلعبطش منهم مفهوم نمو الاقتصادي هوبقى عن معدل الزيادة في الانتاج او معدل الزيادة في الداخل طب الكلام ده بيتم فين داخل المجتمع بحسبه كل قد ايه قلت خلال فترة زمنية تقدر الفترة دي بسنة اما التنمية الاقتصادية هي عملية يقوم بها المجتمع لتحقيق الزيادة لتحقيق الزيادة المستمرة في نصيب الفرد من الناتج القومي وزيادة الاشباع كما وكيفا طب ما هي العوامل البيئية المشجعة التي تعمل في ظلها التنمية الاقتصادية في عندي عوامل تعمل في ظلها التنمية الاقتصادية لو قال لي السؤال ده ما هي العوامل البيئية التي تعمل في ظلها التنمية الاقتصادية اقول له وجود قطاع ووجود نظامين طب وجود قطاع ايه ونظامين ايه وجود قطاع مصرفي متطور لازم عشان من ضمن العوامل اللي هتشجع التنمية داخل البلد ان يكون عندي قطاع مصرفي قوي يبقى وجود قطاع مصرفي متطور وجود نظامين ايه هما النظامين دول وجود نظام ضريبي متطور ووجود نظام تشريعي متطور ومعنى كلمة تشريعي معناها القوانين يبقى وجود قطاع ووجود نظامين يبقى العوامل البيئية المشجعة التي تعمل في ظلال التنمية الاقتصادية اقول له ايا مصر العامل دي في حاجتين هو وجود قطاع ووجود نظامين طب ايه القطاع؟ وجود قطاع مصروع في متطور طب ايه نظامين؟ وجود نظام ضريب متطور ووجود نظام تشريعي متطور كده يبقى انتهينا من جزء التنمية الاقتصادية للاسئلة اللي ممكن استعرض بتيجى على التلمية الاقتصادية او النمو الاقتصادي بعد كده بنخش على موضوع تاني اسمه التخلف الاقتصادي يعني ايه التخلف الاقتصادي او ايه المقصود بالتخلف الاقتصادي هل التخلف الاقتصادي اللي الناس عارفاها اقول ده تخلف يعني معناها مجنون لا التخلف الاقتصادي هو وجود نضرة شديدة في رأس المال في المجتمع بمعنى كلمة التخلف معناها فيه نضرة في رأس المال رأس المال إليه يبقى ما بيحصل عندي نضرة في رأس المال داخل المجتمع أقول المجتمع ده متخلف اقتصاديا فلو بصنا عليها كده مفهوم التخلف الاقتصادي هو وجود نضرة شديدة في رؤوس الأموال في المجتمع لو جالي ده مصطلح وقال لي وجود نضرة شديدة أقول له ده التخلف الاقتصادي طبعا نعرف من ين الدولة ده متخلفة اقتصاديا ما هي مظاهر التخلف الاقتصادي في الدول النامية قلت مظاهر التخلف أفرق بين حاجتين هناك خصائص اقتصادية للتخلف وخصائص غير اقتصادية دي فرق بين الخصائص الاقتصادية والخصائص غير اقتصادية طب ايه الخصائص الاقتصادية للتخلف قلنا اول حاجة ندرة رؤوس الاموال رأس المال اليه دي بقى دي خصائص اقتصادية انتشار البطالة بانواعها تدفق رؤوس الاموال الاجنبية زيادة نسبة الصدرات أما الخصائص الغير اقتصادية للتخلف وهي الزيادة السكانية هو الزيادة السكانية دي من ضمن التخلف آه كلما بيكون فيه زيادة سكانية وفيه نضرة في رأس المال يبقى دي دولة متخلفة اقتصاديا تخلف الفنون الانتاجية انتشار ظاهرة الانفاق التعفيهي اللي أنا ممكن بعض الناس تصرف كده فلوس ببزخ على حاجات مش أساسية على حاجات ترفيهية عدم استغلال وقت الفرار ده من ضمن الخصائص الغير اقتصادية للتخلف يبقى الخصائص الاقتصادية للتخلف والخصائص الغير اقتصادية ممكن يسألني فيها في الامتحان يقول لي تخلف فنون الانتاج ويجيب لي بين قصين خصائص اقتصادية ولا غير اقتصادية أقول له آه تخلف فنون الانتاج هي خصائص غير اقتصادية طيب انتشار البطالة بأنواعها أقول له دي خصائص اقتصادية يبقى أنا بحفظها لو أقل في الامتحان ما هي مظهر التخلف بكتب له الاثنين أقول له هناك خصائص اقتصادية وأقول له إيه هي الخصائص الاقتصادية وهناك خصائص غير اقتصادية وأقول له هي إيه لو جالي في سؤال صح وغلط أو في اختيار وقاب لي أي واحدة وأقول لي دي خصائص إيه أكون أعرف دي خصائص اقتصادية ولا خصائص غير اقتصادية يبقى ده موضوع التخلف الاقتصادي اللي خدنا فيه مفهوم التخلف ومظاهر التخلف اللي هي الخصائص الاقتصادية والخصائص الغير اقتصادية بعد كده نخش على موضوع تاني من المواضيع برضو المهمة عندنا وهو موضوع التلوث يبقى احنا كده استعرضنا موضوع التنمية الاقتصادية استعرضنا موضوع التخلف وموضوع التلوث الثلاث موضوع اللي خدناهم دون يا جماعة في الامتحان ما فيش امتحان بياخلوا منهم لازم يجيلي عليها على الآن سؤال او اتنين من ضمن اسئلة الامتحانات على التنمية الاقتصادية على التخلف الاقتصادي على التلوث يعني ايه كلمة التلوث عايزة افرق في التلوث بين حاجتين ما بين حاجة اسمها درجات تلوث وانواع التلوث يبقى انا كده بفرق بين حاجتين مهمين اوي ايه هي درجات تلوث وايه هي انواع التلوث يعني ممكن أقول لحد إيه تلوث معقول وتلوث خطر وتلوث قاتل يقول لي قادي أنواع التلوث وهي قادي درجات التلوث يبقى درجات التلوث كم درجة؟ تلاتة تلوث معقول تلوث خطر تلوث قاتل يعني يا مصر كلام ده يعني إيه تلوث معقول قلنا التلوث المعقول هو لا يسبب مشاكل على سطح الأرض يعني ما قل في مكان كده في شوية قمامة في شوية زبالة موجودين يبقى لسمو تلوث معقول اما التلوث الخطر تتعدى في كمية تلوث خط الامان اما التلوث القاتل هو تلوث مدمع يبقى التلوث دي كم درجة 3 درجات اما تلوث معقول او خطر او قاتل ونبص عليها كلا مع بعض يقول لي السؤال ما هي درجات التلوث هقول له درجات تلوث عندي 1 تلوث معقول 2 تلوث خطر 3 تلوث قاتل قلنا التلوث المعقول لا يسبب أي مشاكل على سطح الأرض التلوث الخطر بتتعدى فيه كمية التلوث خط الأمان أما التلوث القاتل وهو تلوث مدمع طب احنا قلنا فيه اختلاف بين دراجات تلوث وأنواع التلوث إيه بقى أنواع التلوث أنواع التلوث تلوث الهواء هو فيه تلوث الهواء تلوث الهواء موجود نتيجة بعض الأطريبة نتيجة العاصف اللي بتحصل نتيجة عوادم السيارات كل تلوث الهواء بعد كده تلوث الماء ومعنى كلمة تلوث الماء هو احداث تلف او فساد في نوعية المياه لدرجة ان تصبح انها ضرة بعد كده تلوث في تلوث التربة التلوث الاشعاعي التلوث الضوضائي يبقى انواع تلوث خمس انواع تلوث هواء تلوث الماء التربة الاشعاعي الضوضائي يبقى كده تفهمنا ان في اختلاف ما بين درجات التلوث وأنواع التلوث طب انت هنا يا مصر قلت لنا في حاجة اسمها تلوث التربة ما هي مصادر تلوث التربة التربة دي بتتلوث من ايه اقول لك التربة بتتلوث من ايه واحد التلوث الكيميائي للتربة دي اسمها التلوث الكيميائي للتربة تلوث التربة بالمياه الملوسة تجريف التربة الزراعية يبقى كده مصادر تلوث التربة تلت مصادر لتلوث التربة فيه تلوث كيميائي نتيجة الأسمدة والمبادئات اللي بنحطها للتربة تلوث التربة بالمياه الملوسة إن بعض الفلاحين ممكن يروا الأرض بتاعته بمياه ملوسة تجريف التربة الزراعية اللي أنا بقيم عليها توسع أمراني طب ما هي مصادر التلوث الضوضائي؟ هنقولنا فيه تلوث ضوضائي طب التلوث الضوضائي ده بيجي منين؟ قلنا التلوث الضوضائي ده لاستخدام المكابس والأجهزة الكهربائية تلوث من القطارات والسيرات اللي هي الكالاكسات اللي بنسمعها مكبرات الصوت والموسيقى ما شاء الله الصب والديجي والكلام ده كله من ضمن مصادر التلوث الضوضائي طب التلوث اللي شععي ده هل ليه أصار؟ قلت قا التلوث اللي شععي ليه أصار؟ هو بيحطم الخلايا الحية لجسم الإنسان تلوث الأسماك والتربة تتناول الماشية نباتات مشعة يبقى أنا كده عندي يا جماعة في التلوث قلنا عليه أفرق ما بين حاجة اسمها دراجات تلوث وفي حاجة اسمها أنواع التلوث وفينا الاختلاف بين الدراجات وبين الأنواع ويكون فاهم يعني إيه تلوث معقول عن إيه تلوث خطر عن إيه تلوث قاتل وفي أنواع التلوث أكون فاهم يعني إيه معنى كلمة تلوث المياه اللي هو إحداث تلف أو فساد في نوعية المياه عشان دي تيجي مصطلح على طول يقول لي هو احساد احداث تلف او فساد في نوعية المياه يبدأ اقول له تلوث المياه بعد كده فهمنا ان التلوث ده مصادره تلوث التربة بيجي منين والتلوث الضوضائي مصادره بيجي ازاي بعد كده هنخش على موضوع تاني من ضمن المواضيع المهمة وهي الموازنة العامة للدولة قلنا كده جماعة ان فيه في نهاية كل سنة مالية بيحصل عندي حاجة اسمها بعمل عملية تأدير او توقع لنفقات وارادات الدولة يبقى الموازنة العامة هي عبارة عن تأدير او توقع معتمد لنفقات وارادات الدولة عن مدة مقبلة غالبا بتكون سنة يبقى ايزا اقفلنا دقيقة واحدة ان الموازنة العامة دي لما بحب اعمل موازنة عامة الدولة بتعملها ما بتعملاش لسنة ماضية بعمل عن سنة مالية مقبلة الميزانية ممكن أعملها لسنة انتهت أما الموازنة العامة هي عن مدة مالية مقبلة يبقى الموازنة العامة لها أهمية إيه الأهمية الاقتصادية للموازنة العامة؟ أهمية الموازنة العامة دي بتكون مؤشر صادق للأوضاع تعتبر أداء من ضمن أدوات السياسة المالية فلو جالي هنا وقال لي الموازنة العامة للدولة تعتبر مؤشر صادق للأوضاع أقول له الجملة صح يبقى الموازنة العامة أقولنا عليها تقدير أو توقع معتمد لنفقات وإرادات الدولة عن مدة مالية المدة دي بتكون إيه؟ مدة مقبلة يبقى عن مدة مقبلة غالباً بتكون سنة بعد ما استعرضنا الموازنة العامة بناخد حاجة اسمها النفقات العامة طب إيه يا مستر كلمة نفقات عامة دي؟ أنا كلمة نفقات عارف اللي أنا بصرف وبطلع فلوس وادفع وادفع طب كلمة نفقات عامة دي معناها إيه؟ قلنا نفقات عامة وبقى عن مبلغ من النقود يخرج من الزمة المالية للدولة آه يبقى نفقات عامة فلوس بتطلع من الدولة أو إحدى سلطاتها طب بتطلع من الدولة وادفعها ليه؟ أو بتخرج من الدولة ليه؟ قلت بقصد إجباع حاجة عامة يبقى النفقات العامة دي مبلغ من النقود يخرج من الزمة المالية للدولة أو إحدى سلطاتها بقصد إجباع حاجة عامة النفقة العامة لها أركان كم ركن للنفقة العامة؟ ألاقي النفقات العامة لها ثلاث أركان أول ركن لها مبلغ نادي تصدر عن الدولة بتحقق نافع عام طيب مصر هنحفظ النفقات العامة وأركانها؟ لا لو حفظنا النفقات العامة إيه؟ أركانها هجيبها من التعريف مش هنقول النفقات العامة مبلغ من نقود يبقى أول حاجة مبلغ نادي يخرج من الزمن المالية المين للدولة يبقى يصدر عن الدولة بقصد اشباه حاجة ايه عامة بتحقق نفع عام يبقى من التعريف بجيب اركان النفقة العامة يبقى انا كده في الصفحة دي او في الجزء ده خدنا في ايه خدنا فيه الموازنة العامة وقلنا ان الموازنة العامة هي تأدير لنفقات وارادات الدولة عن مدة مقبلة المدة دي تكون قد ايه غالبا سنة بعدها خدنا حاجة اسمها النفقات العامة وقلنا النفقة العامة دي مبلغ من نقود يخرج من مين من الافراد قلت لا مبلغ من نقود يخرج من الدولة او يخرج من الزم المالية للدولة او احدى سلطاتها طب يخرج ليه المبلغ ده لاشباه حاجة عامة اركانها تلاتة مبلغ نقدي يزرع عن الدولة بيحقق نفع عام ده النفقات العامة والموازنة العامة نصارد كده جزء تاني ونشوف النفقات العامة دي لها تأسيمات مختلفة ودي من ضمن الحاجات المهمة ويجي يقول لي ما هي التقسيمات المختلفة للنفقة العامة لو بصينا كده جماعة السؤال بيقول لي التقسيمات المختلفة للنفقات العامة عشان نتفق مع بعض ان التقسيمات دي ستة لبا التقسيمات كانت تقسيم ستة اولا التقسيم المالي ثانيا التقسيم الزمني ثالثا الوظيفة بعد كده الاقتصادي وفيه تقسيمين تانية ناخدهم الانتاجي بس نمسك الاول التقسيم المالي يعني ايه؟ التقسيم المالي بقسم النفقات العامة للقسمين نفقات نهائية ونفقات رجعة يبقى خلي بالي من التقسيمات دي ما هي السؤال اسمه ايه تقسيمات يبقى كل تقسم الاول لستة انواع وكل نوع بقسمه لفرافي يبقى التقسيم المالي بقسمها الى نفقات نهائية ونفقات رجعة يعني ايه مصر نفقات نهائية؟ تدفع نظير الحصول على السلع اما النفقات الرجعة تصرفها الدولة ولكن ستعودها في المستقبل يعني ايه الكلام دوت؟ يعني دلوقتي ممكن انا كشخص مش دولة اطلع من جيبي 100 جنيه اجيب بيهم سلع معين اجيب بيهم اميس اجيب بيهم اكل بقى دي اسمها نفقات نهائية مش ترجع لتاني اما طلعت مبلغ معين واشتريت بي حاجة وعا استثمر الفلوس دي فانا بدفع الفلوس دي يبقى انا كده انفقت فلوس بس ساعة جيلي بعد فترة تانية اسمها النفقات الرجعة يبقى ده التقسيم المالي بعد كده طب التقسيم الزمني قلت التقسيم الزمني بقسمها النوعين نفقات دورية ونفقات غير ايه دورية هتليهم عكس بعض على طول النفقات الدورية تتصف بالايه بالتكرار والثبات اما التانية لا تتصف بالايه بالتكرار والثبات يبقى دي تتصف بالتكرار والثبات اما هنا لا تتصف بالتكرار والثبات طب التقسيم الثالث قلنا التقسيم الوظيفي التقسيم الوظيفي بقسم النفقات العامة لثلاث تقسيمات نفقات إدارية نفقات اجتماعية نفقات اقتصادية يبقى احنا كالا قلنا التقسيم الوظيفي كم حاجة تلاتة نفقات إدارية اجتماعية اقتصادية طب إدارية متعلقة بتأسير المرافقة العامة اجتماعية متعلقة بالأراضي الاجتماعية من اسمها هي اجتماعية هتتعلق بالأراضي الاجتماعية طب اقتصادية متعلقة بالأراضي الاجتماعية طب التقسيم الرابع ايه؟ التقسيم الاقتصادي السمت النفقات العامة لأربع أنواع تقسيم رابع بقسمها لأربع أنواع تقسيم تالت بقسمها لتلات أنواع طب التقسيم الاقتصادي قلنا التقسيم الاقتصادي نفقات جارية نفقات حقيقية نفقات تحولية نفقات استثمارية يبقى التقسيم الرابع هو تقسيم اقتصادي والتقسيم الرابع قسمتها لأربع أقسام نفقات جارية يعني نفقات جارية أكيد الدولة بتدفع مرتبات وتدفع مصرفات تبقى اسمها نفقات جارية طب نفقات حقيقية نفقات تتطلب مقابل طب تحولية نفقات بلا مقابل طب السمارية بتزيد من المقدرة الانتاجية يبقى لو استعرضنا هنا في الصفحة دي وقلنا مع بعض التقسيمات المختلفة للنفقة العامة علاءة التقسيمات المختلفة للنفقة العامة قلنا ست تقسيمات التقسيم الاول والتاني تقسيم مالي وزمني وكل واحدة بتضم حاجتين التقسيم التالي التقسيم وظيفي وده التالي تضم التالت حاجات إدارية اجتماعية اقتصادية التقسيم الرابع التقسيم الاقتصادي وضمت أربع حاجات نفقات جارية نفقات حقيقية تحولية استثمارية تفضل اتنين تانيين قلت التقسيم الجرافي والتقسيم الانتاجي يعني التقسيم الجرافي بقاس من نفقات العامة على حسب حصص أو اعتماد كل منطقة أو كل محافظة وعلى حسب طبيعة الهيئة التي تكون بالانفاج يعني ما اقول لنا محافظة الجيزة دي من خلال الموازنة العامة بتاعتي هدخ لها مبلغ 10 مليون جنيه يبقى دي على حسب المحافظة أو على حسب المنطقة داخل المحافظة أما التقسيم الانتاجي هو نوع يساهم في رفع مستوى معيشة المجتمع وهو نوع حيادي يبقى نوع بيساهم في رفع المستوى المجتمع وهو نوع حيادي يبقى كده التقسيمات المختلفة للنفقة العامة قلنا عليها 6 تقسيمات أهم لنا فهم 6 تقسيمات بعرف مع بعض كل قسم من الأقسام الستة اللي احنا قلنا عليهم سوى تقسيم جرافي تقسيم انتاجي اقتصادي زمني مالي بفهم كل قسم بيضم ايه وبفهم كل نفقات معناها ايه عشان دي بنسئل فيها طب هل النفقات العامة دي لها أثار قلت آه لها أثار اقتصادية مباشرة وأثار غير مباشرة نبص عليها كده وما هي الأثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة النفقات العامة دي لها أثار اقتصادية مباشرة زي ايه؟ لها أثار على مستوى الأسعار لها أثار على عمالة لها أثار على حجم الانتاج القومي لها أثار على توزيع الدخل والسروة لها أثار على حجم التجارة الخارجية وميزان المدفوعات طب الاثار الاقتصادية الغير مباشرة اотив salah الاثار الاقتصادية مباشرة و هنا اثار اقتصادية غير مباشرة للنفقات العامة قلنا بيكون في عندي حاجتين مبدأ المضاعف والمعجل والمضاعف هو العلاقة بين التغير في الإنفاق والتغير في المتراكم في الداخل و دي هتجي لي مصطلح علمي يقول لي هو العلاقة بين التغير في الإنفاق بص تغير في إيه في الإنفاق وتغير متراكم في الدخل يبقى تغير في الإنفاق وتغير في الدخل أقوله على طول مبدأ المضاعف هنا العلاقة بين الزيادة في الدخول المترتبة على الزيادة في الاستثمار علاقة مترتبة في الزيادة في العلاقة بين الزيادة في الدخول المترتبة على الزيادة في الاستثمار كده انتهينا من جزء النفقات العامة يبقى النفقات العامة أسئلة اللي ممكن نسترد فيها قلت يعني إيه معنى كلمة نفقات عامة إيه أركان النفقات العامة إيه هي التقسيمات المختلفة للنفقات العامة ومن نساش إن التقسيمات كم تقسيم ست تقسيمات وبعد كده الأسرار الاقتصادية قلنا الأسرار الاقتصادية بقى سمع الحاجتين إما مباشرة أو غير مباشرة طب نسترد حاجة تانية وهي الإرادات العامة إحنا خلاص الدولة أنفقت إراداتها بقى بتيجي إزاي؟ عادينا عرف إرادات الدولة بتخش منين وبنجيبها إزاي؟ فنشوف الأول أنواعها ومصادرها إيه؟ نبدأ مع بعض بإيه؟ أنواع الإرادات العامة أنواع الإرادات العامة واحد الإرادات الأصلية، المشتقة، السيادية، العامة، الإجبارية، الاختيارية، العادية والإرادات الغير عادية يبقى أنواع الإرادات العامة في اختلافنا بين كلمة أنواع وبين مصادر ما تلغبطش ما بين ما يقول ما هي أنواع الإرادات ومصادرها إيه؟ أنواعها أصلية مشتقة، سيادية عامة، إجبارية، اختيارية، عادية، غير عادية دي الأنواع طب دي الأنواع خلاص وخلصنا منها طب يا مصر احنا من شوية قلت لنا في نفقات عامة الدولة بتخرج من الزم المالية للدولة وإحد سلطتها عشان بتحققنا في عام الدولة بتجيب الفلوس زمنين؟ ما هي مصادر الإرادات العامة؟ بصوا لو بصينا كده علاقة مصادر الإرادات العامة ست مصادر أول مصدر من ضمن مصادر الإرادات العامة وهي إرادات أملاك الدولة أكيد الدولة لها أملاك اللي يبنوا عليها الدمان اتنين الرسوم وعن نفهم يعني إيه الرسوم دلوقتي وأنه بتفرد رسوم على بعض الأفراد مقابل نفع خاص تلاتة الضرائب اللي بتحصلها الدولة أربعة القرودة العامة خمسة حصيلة الرامات والعقوبات ستة المعونات يبقى مصادر إرادات الدولة كم مصدر؟ ستة مصادر هنتكلم بالتفصيل على أول أربع مصادر اللي هي إرادات أملاك الدولة الرسوم الضرائب القرود العامة لو بصينا كده أول حاجة قلنا إرادات أملاك الدولة اللي هي إيه؟ الدمان اللي هي ممتلكات الدولة أيا كانت طبعتها عقرية أما نقولها ممتلكات الدولة أيا كانت طبعتها وأنواع نوعين في الدمان العام والخاص يعني إيه العام؟ مجموعة الأموال التي تمتلكها الدولة آه الدولة تمتلك أموال كالطرق والمطارات والكباري كل دي ممتلكات الدولة يعني لو جاي دخل المطار بدفع رسوم ما باخدهش كشخص أو اللي قاعد بيحصل منه هو اللي بياخده لا ده ممتلكات الدولة بخش على طريق وأنا مسافر بدفع رسوم على أي بوابة نفس الكلام بتحصل للدولة للدولة طب أما الدمان الخاص هي ممتلكات الدولة الغير معدل للاستعمال العام ونحفظ دي كويس قوي عشان على طول بتجيلي في مصطلح علمي يقول لي ممتلكات الدولة الغير معدل للاستعمال العام أقول له ده الدمان الخاص الخاص ده يا جماعة بقسمه لتلات أنواع في الدمان العقاري في المالي في الصناعي والطريعي يبقى الخاص بقسمه لكم نوع لتلاتة عقاري مالي صناعي وتجاري والمالي ده اللي هي يصد بها محفظة الأوراق المالية اللي هي الأسهم والسندات الصناع والتجاري اللي هي المشروعات الصناعية والمشروعات التجارية بتقام على الدولة يبقى أنا كده في امتة أول واحدة من مصادر إرادات الدولة أو مصادر الإرادات العامة للدولة قلنا الدمان اللي هي بيضمن عين عام وخاص والخاص بقسمه لتلاتة عقاري مالي صناعي وتجاري تاني مصدر من ضمن مصادر ارادات الدولة وهو الرسم ايه معنى الرسوم دي؟ مش احنا كاشخاص لما احب ان الوقت اطلع شدة ميلاد اطلع جواز صفر احب اطلع بطاقة بروح اطلعها فادفع رسوم عن الحاجة دي؟ اكيد بادفع رسوم طب الرسوم دي لو طلعتنا البطاقة بتاعتي او طلعت الرخصة بتاعتي او طلعت جواز صفر مين بيستعمله بيستعمله انا شخصيا يبقى ايفين بادفع فلوس عشان اخد نفع خاص ليا يبقى دي اسمها الرسوم مين بيحصل فلوس دي بتحصلها الدولة؟ يبقى لو جينا الرسم ده ايه؟ بيدفع بمزاجنا والغصبنا عنينا قلت لا ده فردة اجبارية بيدفع جبرا بيدفع لمين؟ للدولة مقابل نفع خاص ده معنى المقصود بالرسم فالرسوم معناها ايه؟ الرسوم مبلغ نائدي يدفعه الفرد جبرا الى الدولة مقابل انتفاعه بخدمة خاصة يبقى الرسم ده مبلغ نائدي يدفعه الفرد جبرا للدولة مقابل انتفاعه بخدمة خاصة طب الرسم ليه خصائص؟ اه رسم ليه خصائص؟ فاكرين لما قلنا ان النفقات العامة لها اركان واركان النفقات العامة جبناها من التعريف نفس الكلام الرسم الخصائص بتاعها نجيبها من التعريف اول حاجة مبلغ نائدي يدفع نائدا يدفع الفرد جبرا يدفع جبرا مقابل نفع خاص يبقى خصائص الرسم ايه؟ يدفع نأدن يدفعجابران يدفع مقابل نفع خاص الرسم خصاصه ازرور للدولة مقابل انتفاعه بخدمة خاصة خصاصه ايه خصاصه بكل بساطة يدفع نأدن يدفع جابران يدفع مقابل نفع خاص عكسى الرسم هو ايه مش عكسى قوي يعني الضريبة الضريبة عنا ألاقي نفس الكلام فروضة مالية اكبارية يبقى اهي زيها اكبارية بتفعها للدولة يبقى نفس القصة بتتدفع للدولة بس بصفة مباشرة نهائية دون مقابل ده اللي اختلاف بقى ان الرسم مقابل نفع خاص اما الضربة بتفعها دون مقابل انا كشخص بتفع ضربة ما باخدش منفع خاصة لي ايه خصائص الضريبة هو الخصائص كمان يا مصر عن جيبها من التعريف ده عن جيبها منها اه مش قولي اه اول حاجة الضريبة فريدة مالية يبقى خصائصها فريدة مالية اجبارية تدفع جبرا قلنا تدفع بصفة نهائية وتدفع بلا مقابل يبقى انا خصائص الضريبة نفس الكلام جيبتها من التعريف بتاع الضريبة يبقى انا كلا ما بحفظ الرسم هو ايه بجيب خصائصه من التعريف الدريبة هي ايه بجيب خصائص الدريبة من التعريف ما قلتش اقول ده السؤال جي صعب ده جات خصائص الضريبة طب ما انت حافظت تعريف وكتبته من التعريف طلع خصائص الضريبة اللي هي فريضة مالية تدفع جبرا تدفع بصفة نهائية تدفع بلا مقابل الضريبة دي لها قواعد ما هي قواعد فرض الضريبة اول قاعدة وانا بفرض ضريبة لابد يكون عندي قاعدة اسمها قاعدة العدالة ما ينفعش افرض على ممول والتاني لا يبقى في قاعدة اسمها قاعدة الايه العدالة قاعدة الملأمة قاعدة اليقين قاعدة الاقتصاد يبقى قواعد الضريبة أو قواعد فرد الضريبة كم قاعدة أربع قواعد قاعدة العدالة قاعدة الملأمة قاعدة اليقين قاعدة الاقتصاد طب هل الضريبة دي فيها أنواع أن الضريبة فيه ضريبة مباشرة وضريبة غير إيه غير مباشرة تمام كده طب يعني إيه يا مستر ضريبة مباشرة بخدها منك بطريبة مباشرة هي تفرض نتيجة تحديد رأس المال والدخل بتفرضها على رأس المال بتاعك أو الدخل أما الغير مباشرة تفرض نتيجة فعل الإنفاق دي لها مزايا ومزايا الضربة المباشرة هي العدالة والسبات وسهولة التأدير ريوبها بتخالف مبدأ عمومية الضريبة أما الضربة الغير مباشرة من ضمن مزاياها تفرض على جميع الطبقات ريوبها هبوط حصلاتها في وقت الأزمات ووقت الحعوب يبقى أنا كده في امتقي معنى كلمة الضريب المباشرة هنوعى الضربة المباشرة والضربة الغير مباشرة ده المصدر التاني من ضمن المصادر بتاعة الإرادات العامة اللي احنا قلنا أول مصدر اللي هي الرسوم والتانية الضريب طبعا احنا قلنا فيه مصدر تاني وهو القرد العام وهنا يا جماعة عزين نفهم ونجبون لك تحت بعضهم اني في اختلاف عندي ما بين القرد العام وقيمة القرد العام في اختلاف من ده ده فلو جالي اللي في الامتحان وقالي ما المقصود بالقرد العام اقوله وابارة عن مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة من غير والتعهد برده ودفع فايدة انا باخد مبلغ من الاشخاص من غير من ايا كانت الجهة وتعهد الدولة ان هي ترد المبلغ ده ودفع الفايدة عليه ده اسم القرد العام طب ايه بقى قيمة القرد العام هل لو جالي في الامتحان وقالي ما المقصود بقيمة القرد العام اكتب له التعريف ده لا طبعا قيمة القرد العام المبلغ الذي يصدر به او مقدار القرد بعبارة اخرى المبلغ قد ايه والله ان ااخد عشر مليون عشر مليون تلاتين مليون وده اسمه القيمة قيمة القرد العام وبعا المبلغ الذي يصدر به القرد أو مقدار القرد بعبارة أخرى طب ما هي أشكال سندات القرد العام قال لي شكل سندات القرد العام في السندات الإسمية والسندات لحاملها والسندات المختلطة سندات إسمية تقيد الدولة أسماء المكتبين فيها أما لحاملها لا يدون فيها اسم صاحبها أما المختلطة وصيد بين الإسمية والحاملها يبقى شكل سندات القرد العام في اسمية وفي حاملها وفي سندات بتكون سندات مختلطة طب ما هي أنواع القرد العام لو بصنا كده على القرد العام عليها في قرد داخلية وخارجية اختيارية وإجبارية دائمة ومأقتة يبقى القرد العام كم نوع 6 يبقى قبل كده خدنا أنواع إرادات عامة كانوا 8 هنا أنواع قرد عامة قرد عامة كم؟ قلنا داخلية وخارجية اختيارية وإجبارية دائمة ومأقتة شايفين المؤقتة دي بتيجي عليها أسئلة يقول لي عن إيه قرد مأقتة؟ يعني أخذها المدة معينة طب إيه أنواعها؟ قلت أنواع القرد المؤقتة بيكون فيه قرد قصير الأجل ومتوسط الأجل وثلاثة طويلة الأجل طويلة الأجل دي وقم ثلاثة يبقى واحد قصيرة الأجل اثنين هنا متوسط الأجل ثلاثة هنا دي طويلة الأجل طب أنا فرق بينهم إزاي؟ قلنا قصيرة الأجل المدة لا تتجاوز سنتين متوسط الأجل بتكون لمدة أكتر من سنتين ولا تتجاوز العشر سنوات؟ طب طولت الأجل أكيد هززيد عن العشر سنوات يبقى دي أنواع القرود المؤقتة طب ما هي طرق إصدار القرد العام؟ قلت طرق إصدار القرد العام فيه الاجتتاب العام المباشر وفيه الاجتتاب اسمه كتاب مصرفي وفيه الاجتتاب بالمزاد وفيه الإصدار في سوق الأراء المالية اللي هي بورسة الأراء المالية ده اللي هو الجزء بتاع القرد العام يبقى إحنا كده استعرضنا مع بعض الإرادات العامة وقلنا إن الإرادات العامة دي بتكون فيها بعض الأجزاء عندي لها أنواعها وليها مصادرها وقلنا من ضمن مصادر إرادات العامة قلنا أول مصدر اللي هي إرادات أملاك الدولة الدمان قلنا فيه حاجة اسمها الرسوم فيه بعد كده الدرائب في القروضة العامة ودول اللي استعرضناهم بالتفصيل وقلنا الرسم اللي الدولة بتحصل عليه الرسم عبارة عن مبلغ من نقود بيدفعه الفرد جبرا بيدفعه للدولة مقابل انتفاعه بخدمة خاصة وخدنا اركانه وخدنا الدريبة وقالنا برضو فريدة مالية اجبارية بندفعها للدولة بس دون مقابل ما بقودش فيها وبدفع بصفة نهائية بعد كده اخدنا القرد العام وقالنا في اختلاف ما بين القرد العام وقيمة القرد العام القيمة اللي هي المقداره او المبلغ اللي أنا بعبارة اخرى مبلغ اللي أنا بحصل عليه أنا قدت مليون جنيه 2 مليون 3 مليون وده المبلغ القرد يبقى ده بسميها قيمة القرد العام بعد كده بنخش على موضوع تاني ونقطة مهمة قوي وهي التجارة الدولية بعد ما صاردنا الكلام ده في عندي التجارة الدولية دي والتجارة الدولية معناها ايه التجارة الدولية بيقصد بيها جميع صور النشاط الاقتصادي التي تتم نقفين عن تتم فين عبر الحدود يبقى التجارة دي بتتم فين عبر الحدود السياسية لكن لو جيت قلت أنا داخل مصر هنا عملت تجارة بيننا من بعضنا ما اسمهاش تجارة دولية لابد ان التجارة الدولية بتتم عبر الحدود السياسية طب ايه صور التبادل للتجارة الدولي اللي بيتم صور التبادل للتجارة الدولي فيه اربع حاجات حركة السلع حركة الخدمات حركة العمالة حركة رؤوس الاموال يبقى احنا كده صور التبادل للتجارة الدولي كم صورة عندي قلنا اربع صور حركة السلع والخدمات والعمالة والرؤوس الاموال وده أخلي بل منها عشان بتجيل على طول ممكن في مصطلحات أو في أسئلة أكمل يقول لي هامتقال السلع المادية على طول قال انتقال السلع المادية والعينية حركة السلع أنا كطالب فاهم بقول انتقال السلع المادية والعينية عبر الحدود ما عبر الحدود معناها في تجارب قد دي حركة الإيه السلع طيب حركة الخدمات قلت تقدم رعاية دولة إرعاية دولة أخرى أنا ممكن دولة بتقدم خدمات لرعاية دولة أخرى يبقى دي اسمها حركة الخدمات حركة العمالة انتقال القوى البشرية من دولة إلى أخرى بقصد العمل طبعا ممكن هنا بعض الناس يطلع تسافر في أي دول من دول خليجة أو الدول العربية تشتغل هناك يبقى فيه عملية تبادل أو الناس من عندهم يجوا يشتغلوا عندنا يبقى فيه انتقال القوى البشرية انتقال العمالة بس بقصد العمل مش قصد السياحة يبقى دي اسمها حركة العمالة طب حاجة رؤوس الأموال هي انتقال القوة الشرائية أو النقدية من دولة إلى أخرى يبقى أنا سورة تبادل التجاري يخلي بالي منها قوي إن كام سورة أربع سور سلع خدمات عمالة رؤوس أموال طب في رؤوس الأموال دي إيه هي أنواع رأس المال رأس المال يا جماعة كده فيه نوعين لو بصينا كده مع بعض ألاقي رأس المال فيه نوعين فيه رأس مال عيني ورأس مال نأدي إيه رأس مال عيني ورأس مال نأدي أقول لك بمثال بسيط أو دلوقتي أنا أطلع من جيب 100 جنيه وأقول لك تفضل يبقى ده رأس مال نأدي خدت فلوس في إيدي إنما طلعت مبالد تولي طلعت هدية طلعت آلة يبقى الاسمه رأس مال عيني يبقى رأس المال فيه حاجتين إما رأس مال نأدي يتمثل فيه النأدية أو رأس مال عيني يتمثل في العدد والآلات نبص كده أن رأس المال أنواعه فيه رأس مال عيني وهو مجموعة السلع التي تأخذ شكل الآلات رأس المال النأدي قلنا يأخذ شكل رأس المال النأدي يأخذ شكل المال النأدي أو القوة الشرعية بعد كده قلنا مع بعض ما هي أشكال استخدام رأس المال لو بصينا كده على أشكال استخدام رأس المال علاقة فيه عندي حاجتين فيه استثمار مباشر وفيه استثمار غير مباشر الاستثمار المباشر وهي المساهمة المالية في مشروعات عامة على أراضي دولة أخرى يبقى أنا أخلي بال عندي لأن أنا عندي فيه لأشكال استخدام أشكال أو استثمار رأس المال الأجنبي فيه حاجتين فيه استثمار مباشر وفيه استثمار غير مباشر استثمار مباشر اللي هي مساهمة مالية في مشروعات عامة على أراضي دولة أخرى أنا ممكن أعمل مشروع في دولة أخرى يبادي استثمار مباشر أما استثمار المباشر اللي أناdedشر أسهم وساندات يبادي استثمار غير مباشر طب التجارة الخارجية لها أهمية قلت أكيد إن التجارة الخارجية لها أهمية ما هي أهمية التجارة الخارجية؟ أول أهمية رفع معدلات التنمية الاقتصادية ظهور سروع في الصناعة والزرع والتكنولوجيا ظهور مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات بين الدول التعاون بين الدول في مختلف المجالات يبقى دي أهمية التجارة الخارجية اللي هو التبادل اللي بيتمي بين الدول أهميته في الأربع أهميات اللي احنا قلنا عليهم طب ما هي العوامل التي تساهم في أحداث التقصص وتقسيم العمل العوامل اللي بتساهم في أحداث التقصص وتقسيم العمل فيه عندك خمس عوامل أول 3 عوامل علاقة فيها عوامل تاريخية عوامل طبيعية عوامل مكتسبة يبقى على طول كده أقول له عوامل تاريخية طبيعية مكتسبة يبقى فيه عندي عوامل تاريخية عوامل طبيعية عوامل مكتسبة بعد كده فيه عندي دور التجارة الدولية في النشاط الاقتصادي وسياسات التجارة الخارجية المرتبطة بخطط التنمية بعد كده يجي يقول لي ماذا تعني سياسة إحلال الوردات يعني ايه كلمة إحلال الوردات قال لي احلال الوردات في حاجتين فيه الاحلال المطلق والاحلال النسبي يبقى الاحلال الوردات تعني احلال مطلق واحلال نسبي ايه كلمة احلال مطلق للوردات دي؟ قال لي يحل الناتج المحلي محل الوردات اما الاحلال النسبي تحل المنتجات المحلية بنسبة معقولة محل الوردات اعتمد على المنتجات بتاعتي يبقى انا هنا تحل المنتجات المحلية بالنسبة مع اولى محل الوردات يبقى هنا هو خدنا مع بعض ان احلال الوردات تعني حاجتين احلال مطلق واحلال نسبي طب ما هي اهداف سياسة احلال الوردات ليه انا عايز احل المنتجات المحلية محل المنتجات اجنبية ايه الهدف من كده الهدف من كده اللي انا بستثمر القوى العاملة يعني ايه بمعنى تاني بحد من البطالة بعد على مشكلة البطالة بقلل حجم الواردات طب دي حاجة كويسة بقلل حسيات الاقتصاد القومي القضاء على ظهورة السنوائية للاقتصاد الدول النامية يبقى دي اسمها اهداف سياسة احلال الايه الواردات طب ما هي اسباب الاتجاه نحو سياسة الاحلال محل الواردات ايه السبب يتخلينا اتجيها السبب اللي انا احد من الاستراد احد من الطلب على العملات الاجنبية بخلق فرص عمل جديدة تعتبر نتيجة النمو الاقتصادي يبقى هنا اصبح عندنا نخلي بالنا في الاختلاف بين السؤالين دون ان هنا اهداف سياسة احلال الواردات طب هنا بقى اسباب الاتجاه نحو سياسة الاحلال ليه بتتجه نحو سياسة احلال الاحلال محل الواردات عشان احد من الاستراد بحد من الطلب على العملات الاجنبية بخلق فرص عمل جديدة تعتبر نتيجة للنمو الاقتصادي طب إيه السلبيات بتاعتها لو بصينا كده على سلبيات سياسة الإحلال محل الوردات أول حاجة بتركز على الصناعات للسهلاكية عدم كفاية حاجة السكان المتزايدة ضيق حجم السوق المحلي عزلة الاقتصاد القومي للدول النامية تناقص التنمية داخل الدول النامية يبقى سياسة إحلال الوردات أكيد لها سلبيات فلو قال لي كده في الامتحان من ضمن الأسئلة وهي ضيق حجم السوق المحلي ده من أهداف سياسة إحلال الوردات ولا من سلبيات سياسة إحلال الوردات أوله دي من السلبيات أما استثمار القوى العاملة أو خلق فرص عمل دي من ضمن أهداف سياسة إحلال الوردات طب بعد كان عندنا فيه حاجة تانية اسمها سياسة التصنيع من اجل التصدير عايزين نعمل عملية تصنيع من اجل التصدير عشان نصنع التصنيع من اجل التصدير ده بيقوم على ثلاث محاور واول محور عندي وهي اقامة صناعات بسيطة اقامة صناعات تجمعية اقامة صناعات اكترونية يبقى سياسة تصنيع من اجل التصديق بتقوم على كم محور ثلاث محاور اقامة صناعات بسيطة اقامة صناعات تجمعية إقامة صناعات أكترونية عشان سياسة التصنيع من أجل التصدير تنجح هناك عوامل ما هي عوامل نجاح سياسة التصنيع من أجل التصدير أول عامل من العوامل اللي بتنجح التصنيع من أجل التصدير السمارة التغيرات المرونة في مجال علاقات الاقتصادية الدولية ربط هذه السياسة بسياسة تبيرية مرنة مع العالم الخارجي بعد ذلك نخش على حاجة اسمها السياسة المالية ايه معنى كلمة سياسة مالية؟ السياسة المالية مهمة برضو السياسة المالية هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة في جانبين الموازنة العامة بشكل معتمد لتحقيق التوظيف الكامل معوقات السياسة المالية واحد السياسة العامة للحكومة من ضمن المعوقات فترة التأخير اختلاف أثر المضاعف تبعاً لنوع النفقات العامة أثر الانكماش لتمويل عجز الموازنة يبقى السياسة المالية من ضمن برضو الحاجات المهمة اللي قلنا عليها ايه هي أدوات السياسة المالية؟ أدوات السياسة المالية اللي أنا بغير النفقات العامة تغيير الإرادات العامة تحقيق فائد أو عجز طب ماذا هي صناعة إحلال الإرادات؟ منع الاستراد من خارج حماية الصناعات المحلية من المنافسة عيوب صناعات إحلال الإرادات عيوبها عزة السوق عن المنافسة وأثار دارة على مستوى الكفاءة وظهور الطاقة العاطلة وانفصال المعركز التكنولوجي عن الصناعة بعد كده بنتخش على حاجة مهمة قوي ودي من ضمن الحاجات المهمة اسمها اتفاقية الجاد واتفاقية الجاد دي بتقول لي هي إطار للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية أو يقول لها بمثابة محكمة دولية يتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء اتفاقية الجاد لها مبادئ بتقوم عليها مبدأ عدم التميز ومبدأ الشفافية والتفاوض في إدارة الجاد والمعاملة التجارية والتبدلية أهداف اتفاقية الجاد رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء رفع مستوى الدخل القومي تنشيط الطلب الفعال سهولة الوصول للأسواق تشجيع حركة الإنتاج أما مشاكل اتفاقية الجاد اللي اهتمت بها هي الالتزام بالامتناع عن فرض الرسوم والتعريفة الجمهورية التي يفرضها الأطراف المتعقدة وعدم إجازة فرض القيود بخلاف الرسوم الجمهورية آخر مصالح عندي وهو كلمة اسمها الإغراك وهي الحالة التي يكون فيها تصدير السلعة يقل عن قيمته المعتادة عند تصديرها يعني بصدر حاجة لدولة تانية بقل من تكلفتها وبقل من قيمتها دي بسميها حاجة اسمها الإغراك التجارة الداخلية والخارجية في اختلاف بينهم لو بصينا كده التجارة الداخلية بتتم داخل الدولة أما الخارجية بتتم بين دول مختلفة الداخلية تنقسم لعملية بيع وشيرة أما هي تنقسم لعملية استراد وتصدير الداخلية بستخدم لغة واحدة وعملة واحدة أما هنا بستخدم عدة لغات وعملات مختلفة هنا تقضع لقانون واحد تقضع لقوانين مختلفة تأخذ وقت قصير هنا تأخذ وقت طويل مصرفها قليلة هنا مصرفها إضافية وكسيرة يبقى احنا كده استعرضنا مع بعض جزء من الأجزاء المهمة في الاقتصاد ورجعنا على بعض المواضيع المهمة ونخلي بالنا أن التنمية الاقتصادية والأسل بتقوم عليها من حاجات المهمة الرسوم والضرائب واتفاقية الجاد من حاجات المهمة وكده ربنا وفقنا إن شاء الله ونحاول نلم الجزء اللي احنا قلناه وربنا وفقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته